أهلا بكم إذن مع مصر المباراة المتخب الجزائري في المغرب بعد قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب بالنسبة للمني تسأل عن مصر المباراة الخضر بعد قطع العلاقات الإجابة كالتالي أولا المباراة ليست من تنظيم الجارة المغربية بل هي مجرد محتاط وملك فرق بين التنظيم والإحتضان التنظيم يكون من طرف الكاف والفيفا بما أن مباراة الخضر في مراكشية تصفيات كيس العالم فيجب على الفيفا والكاف تحضر كل وسائل الراحة للخضر من أجل نجاح هذه المباراة ثانيا سبق للخضر اللعب في المغرب خلال فترة قطع العلاقات السابقة سنة 1979 ثالثا وأخيرا الجزائر ستلعب في مراكش مبارايتها بصفة عادية بما أن الفيفا والكاف هي من تنظيم هذه المباراة وتتزم بقوانين دولية لتذكير في أن المباراة الجزائر بورك نفسه يوم 7 سبط بر في مراكش لتساولك وتعليق وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر